تعالى وبركاته إخواني الأساسدة وأخواتي الأستاذات وكل متتبعي قناة التكوين المستمر ابتدائي مرحبا بكم في فيديو جديد هذه المرة حول تصحيح الوضعية المقترحة الخاصة بالاستعداد للامتحان المهني 2011 والتي كنا قد ناقشنا حلها وأسئلتها في مجموعتنا على الواتساب هذه الوضعية هي للمستوى الثاني مكون القراءة وفق مشروع التعليم المبكر للقراءة وقبل أن نبدأ في مناقشة هذا العرض أطلب منكم أن تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله إذن سوف أقرأ نص الوضعية جاء اعتماد الطريقة المقطعية في التعليم المبكر للقراءة لتلافي صعوبات القراءة وذلك بتمكين المتعلم من الوعي الصوتي أي ضبط أصوات الحروف استماعاً ونطقاً والربط بين أصواته والحروف المبدأ الألفبائي والطلاقة وفهم المقرؤ واستخراج معانيه الصريحة والضمنية بالإضافة إلى تقوية الفهم وإطراء الرسيد اللغوي وحفز المتعلمات والمتعلمين الإقبال على القراءة من خلال استثمار الحكاية لتحبيب التعلم والقراءة وتنمية الفهم السماعي والرسيد اللغوي والطلاقة والتواصل الشفهي بلغة عربية فصيحة وميسرة إذن يبرز النص السابق أن القراءة المقطعية تستهدف مجموعة من المهارات مثل الوعي الصوتي المبدأ الألفبائي الطلاقة فهم المقرؤ اكتساب الرسيد اللغوي السؤال الأول أبرز أهمية كل مهارة من هذه المهارات في تعلم القراءة مستدلاً بمثال ملموس لتنمية كل واحدة منها ثانياً فسر فسري مفهوم البيئة الآمنة وبين أهميتها في تدريس القراءة ثالثاً اعتماداً على خبرتك المهنية وتجربتك واستعداداً لتحضير حصة في القراءة الوظيفية لفائدة متعلمي ومتعلمات المستوى الثاني ضمن مجال التغذية والصحة تبين لك أن النص المقترح بالكتاب المدرسي لا يتناسب أو لا يناسب خصوصيات الفئة المستهدفة التعلمات ألف أنتجي أو أنتج نصاً قرائياً من ستون كلمة ويرتبط بمجال التغذية والصحة ويناسب الفئة المستهدفة ويتضمن أفعالاً كلامية التحذير والنصح باء خطط خططي لحصة من اختيارك للقراءة الوظيفية يكون موضوعها النص المنتوج وفق المنهاج المنقح جيم اقترح نشاطين تقويميين للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة رابعاً على إتر النشاطين السابقين تبين لك أن المتعلمين والمتعلمات ما زالت تعترضهم بعض الصعوبات ألف حدد صعوبتين إثنتين قد يوجهها المتعلم أثناء التعلم القراءة باء اقترح لكل صعوبة نشاطاً لمعالجتها ومستثمراً بدغوجية الخطأ واللعب إذن السؤال الأول أبرز أبرزي أهمية كل مهارة من هذه المهارات أي الوعي الصوتي والرسيد لغوي الألبائي وفهم مقرؤ في تعلم القراءة مستدلاً بمثال ملموس لتنمية كل واحدة منها إذن أولاً الوعي الصوتي الوعي الصوتي هو التمكن من تمييز وحدات الأصوات اللغوية المسموعة وتعرفها واستعمالها في كلمات منطقة وفهم أن كل كلمة منطقة تتكون من وحدات صوتية صغرى وليس وحدة صوتية واحدة مثال المقاطع التي تتكون منها كلمة سامعة هي سامعة إذن هذا تعريف الوعي الصوتي أما أهميته فإنه يدرك المتعلم من خلاله أن الجملة أو الجمال تتألف من كلمات وأنه يمكن له تفكيك هذه الكلمات إلى مقاطع ومن ثم إلى أصوات وأي خلال على هذا المستوى يؤدي بطبيعة الحال إلى صعوبات في القراءة في قراءة الكلمات بتاريقة سليمة مثال ضحك فريد هذه جملة يمكن أن نقوم بتقطيعها إلى كلمتين ضحك فريد تكون من كلمات ويمكن تقطيع هذه الكلمات إلى عدة مقاطع ضحك فريد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة مقاطع يمكن كذلك تقطيع هذه المقاطع إلى عدة أصوات ومصوتات مثلا ضا المقطع ضا هو الصامت الض زائد فتحة حا الصامت أو الصوت إح زائد كسراء كا هو الصامت زائد فتحة فا هو الصامت ف زائد فتحة را ري هو الصوت ر زائد المدليع دو هو الصوت ذ زائد ضمة إذن هنا قمنا بتقطيع الجملة إلى صوامت ومصوتات إذن هذه أهميته في تعلم القراءة بالنسبة للأمثلة التطبيقية لتنمية المهارة أن العزل العزل يعني تعرف الوحدات الصوتية التي تكون الكلمة مثلا يطرح الأستاذ السؤال ما هو الصوت الأول في كلمة مجموعة يجيب المتعلم الصوت أم أو التعرف تعرف على الصوت المشترك في عدة كلمات مثلا يطرح الأستاذ السؤال ما الصوت المشترك في الكلمات ولد ورقة مودة يجيب المتعلم الصوت أول كذلك تفيئ تعرف كلمات تبتدئ بوحدة صوتية مختلفة عن الكلمات الأخرى مثال فرزا فأر قوس فؤاد يجيب المتعلم قوس الدمج ما الكلمة التي تكون منها جا ما المقاطع جا والمقطع ما والمقطع المتعلم جا ما أو الحذف كيف تصبح كلمة ريمال بعد حذفيري المتعلم يجيب مال وهناك أمثلة أخرى كالإضافة إلى آخر وقد تترقنا لها في الفيديو وسأضعه هنا في الدائرة البيضاء إذن هذا الوعي الصوتي التطابق الصوتي الإبناء أو المبدأ الأليف بائي هو الربط بين الصوت والحرف أي بين الصوت ورسمه الخطي الصوت S ورسمه الخطي هكذا في آخر الكلمة وفي أول الكلمة بالنسبة لأهميته في تعلم القراءة يمكن المتعلم من تحويل المكتوب إلى منطق مسموع أي قراءة الحروف والمقاطع فالكلمات والجمال وكذلك تحويل المنطق المسموع إلى مكتوب أي كتابة الحروف والمقاطع فالكلمات والجمال بالنسبة لأمثلة تطبيقية لتنمية مهارته أولا المطالبة المتعلم بإحاطة حرف معين في الكلمات نعين له حرف ونطلب أن يقوم بإحاطة في الكلمة مطالبة المتعلم بتحديد مقطع في عدة كلمات أو مطالبة المتعلم بدمج المقاطع جماعة لتكوين كلمة جماعة مطالبة المتعلم بتقطيع كلمة ضاحكة إلى عدة مقاطع ضاحكة الطلاقة طلاقة هي القدرة على القراءة بدقة وبسرعة 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 معبر هميتها هي أنها تجنب المتعلم التعثر في النطق وضعف التهجي والخلط بين الحروف المتقاربة صوتيا كالتاء والدال وتجنبه أيضا التردد في القراءة أي القراءة المتقطعة والبطأ القرائي وتكرار بعض الكلمات وبعض الجمل المقرؤة سابقا من أمثلة لتنمية مهارة الطلاقة هي قراءة اللوحة القرائية بترتيب وبدون ترتيب يعني من اليمين إلى اليسار أو العكس من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى أو بشكل انتقائي يمكن أن يعتمد نفس النشاط أي لوحة من الكلمات ويقوم المتعلم بقراءتها بترتيب وبدون ترتيب من اليمين إلى اليسار من اليسار إلى اليمين من الأسفل إلى الأخير كذلك يمكن أن نحسب الوقت المستغرق أثناء القراءة يعني أن نطلب المتعلم أن يقرأ النص ونقوم بعدد التواني أو الدقائق المستغرقة كذلك يمكن أن نقرأ الكلمات المصرية فهي تنمي الطلاقة المفردات أو الرصيد المعجمي المفردات أو الرصيد المعجمي هي تلك الكلمات المكتوبة أو المنطوقة التي يقرأها المتعلم والتي يجب أن يعرفها ويتعرف ذلالاتها ومعانيها أهمية أن تمكن المتعلم من الربط الكلمات مع ذلالاتها ومعانيها التي تدل عليها يستخدم الكلمات بدقة وسرعة شفاهيا وكتابيا يكتسب متعلم استراتيجيات لشرح الكلمات بالنسبة عن أمثلات تطبيقية لتنمية مهارتها تقريب صور لكلمات قد وردت في حصص الاستماع والقراءة كذلك الكلمات البصرية يتنمي الرصيد المعجمي وهنا يمكن أن ندرج كلمات متواطرة في الاستعمال مثل الروابط اللغوية وأسماء الإشارة ويمكن أن نستعمل استراتيجية لشرح المفردات استراتيجية لشرح المفردات لدينا مثلا عائلة الكلمة يعني أن نأخذ كلمة ولعة ونقوم بربطها بكلمات تنتمي للنفس العائلة مثلا نار اشتعال لهب عدو الثقة أو نستعمل خريطة الكلمة مثلا أسرع نقول هذا الفعل مرادف عجلة ضده بطوء ونقوم بتركيبها في جملة أسرعت الطفلة إلى المائدة لتناول الفطور إذن عائلة الكلمة يمكن كذلك نستعمل اشتقاق الكلمة ونشتق منها مثلا الفعل فاجأة مفاجئ يفاجئ مفاجآت هذه تقنية الاشتقاق كذلك تقنية السيق تفوح نركب في جملة تفوح رائحة زكية من الورض لشرح مثلا كلمة جاهز نركب في جملة أصبح الفريق جاهزا للمباراة سؤال الثاني فسر مفهوم البيئة الآمنة وبين أهميتها في تدريس القراءة البيئة الآمنة هي تعلم المهارة وموارستها في جو من الود والأمان والأمن النفسي والبدني والود والدعم لدن الأستاذ والزملاء إذن هذه هي البيئة الآمنة هي تلك البيئة التي يسود فيها الود والاحترام والأمن إلى آخره ولتعلم المهارة في هذه البيئة الآمنة فلدينا نبدأ أولا بالمرحلة التهيئة ثم مرحلة النموذج ثم مرحلة الممارسة الموجهة ثم الممارسة المستقلة ثم تطبيق ثم نعود إلى التهيئة إذن هذه مراحل لتعلم المهارة داخل البيئة الآمنة التي تحدثنا عنها سابقا إذن بالنسبة للتهيئة يوضح الأستاذ المتعلمين والمتعلمات المهارة التي سيتعلمونها اليوم وماذا أهميته بالنسبة له تأتي بعدها النموذج يقدم الأستاذ نموذج توضيحي للمهارة أو الاستراتيجية بعد ذلك تأتي الممارسة الموجهة يقوم بممارسة الاستراتيجية للمرة الأولى بدعم من الأستاذ أو الأستاذة بعد الممارسة الموجهة عدنا إلى الممارسة المستقلة أي أداء المهارة بصورة مستقلة وآخرا التثبيق يعني ممارسة المهارة أو الاستراتيجية في مواقف جديدة للإغناء والتثبيث بالنسبة للسؤال الموالي اعتمادا على خبرتك المهنية وتشريبتك واستعدادا لتحضير حصة في القراءة الوظيفية لفائدة متعلمي ومتعلمات المستوى الثاني ضمن مجال التغذية والصحة تبين لك أن النص المقترح بالكتاب الدرسي لا يناسب خصوصيات الفئة المستهدفة أنتج نصا قرائيا من 60 كلمة ويرتبط بمجال التغذية والصحة ويناسب الفئة المستهدفة ويتضمن أفعالا كلامية تحذر وتنصح إذن عندنا ثلاثة شروط أولا يرتبط مجال التغذية والصحة والرياضة يتكون 60 كلمة أو أقل يرتبط بالفئة المستهدفة ويتضمن أفعال كلامية للتحذير والنصح إذن النص المقترح اقترحت النص التالي انتهزت فرصة غياب أمي عن المنزل اقترحت على أختي الكبيرة هاجر وأخي الصغير سعيد أن نعد أكلة من اللحم والخضر نقدمها في وجبة الغذاء أحضرنا الخضر والتوابل والزيت والملح ثم شرعنا في إعداد الوجبة كانت أختي سلمة تقشر الخضر أما أنا وأخي سعيد نغسل شريحة اللحم ونقطع البقوليات من المعدنوس والقصبر قالت هاجر أنصحك بأن تغسل اللحم جيدا لأنه سريع التعفن أصبحت الأكلة جاهزة لوضعها فوق الفر أخذ أخي سعيد الولاعة لتشغيل الفر فأسرعت نحوه وقلت هذاري يا سعيد أن تطلق الغاز قبل أن تشعل الولاعة فقد تسبب في اشتعال النار بعد لحظات أصبحت طبق جاهزا تفوح منه رائحة شهية دق الجرس دخلت أمي فكانت المفاجأة طبق شهي فوق المائدة تذوقت وقالت يا لها من أكلة نصيحتي لكم لا تكثر من الملح فهو مضر ويسبب ارتفاع الضغط الدموي وحداري من طهي الخضر قبل غسلها إذن هذا النص يتضمن أفعال كلامية للنصح والتحذير حداري مين نصيحتي لكم حدارية أنصحك بأن إذن أفعال نصح والتحذير سوف نقوم بشرح بعض الكلمات في أثناء شرح المفردات مثلا مفردات مفاجأة وأسرعة الولاعة جاهزا تفوح وقد تبقنا أن قمنا باقتراح استراتيجيات لشرح المفردات في السؤال السابق باء خطت خطت لحصة من اختيارك للقراءة الوظيفية يكون موضوعها النص المنتوج ووفق من نهاج المنقح أولا أهداف الحصة الثانية أن أختص الحصة الثانية في المجال التغذية والصحة والريادة الوحدة الثالثة عنوان النص الذي قسرحته واجبات شهية الأهداف أن يقرأ المتعلم الكلمات البصرية أن يقرأ المتعلم نص القراءة المشتركة أن يقرأ المتعلم النص بطريقة معبرة وبطلاقة أن يستخرج المتعلم معلومة صريحة من النص أن يستثمر المتعلم المعجم المرتبط بالمجال بالنسبة للمرحلة الأولى هي مرحلة فضعية الانطلاق حيث يراقب الأستاذ إنجازة المتعلمين والمتعلمات المنزلية ويتتبعها ويعرض الأجود منها يطرح سئلات ترتبط بموضوع النص مركزا على العنوان والصورة مثلا مع عنوان النص عبر عن الصورة المرفقة للنص بجمال مفيدة تأتي المرحلة المولية هي الكلمات البصرية إذن يقرأ الكلمات البصرية يقرأ الأستاذ الكلمات البصرية ويشير إليها ويطلب من المتعلمين ترديدها مثل إلا في بك يا هيا عن هذه هذا بنا وثم قد إليك من إذن هذه كلمات البصرية هي كلمات قناة متواترة وتستعمل بكثران يقوم المتعلمين قراءتها وترديدها بشكل متكرر كي لا يضطروا لتهجيها أثناء القراءة بعد ذلك تأتي القراءة المشتركة القراءة المشتركة يقرأ الأستاذ ثم يقرأ المتعلمون النص المشترك جماعيا أو ثنائيا بصوت معبر وبإيقاع موسيقي إن أمكن وبذلك يطلب منهم تحديد كلمات التي لم يفهموها ويشركهم في الشرح بعد ذلك تأتي مرحلة الطلاقة مرحلة الطلاقة يقوم الأستاذ بيسمع النص والكتب مغلقات ثم يطرح أسئلة استطلاعية ما هي شخصية النص بعد ذلك تأتي القراءة الموجهة إن يطلب من المتعلمين أن يقرأوا النص معه قراءة جهلية ويشكلون مجموعات ثنائية لتبادل قراءة النص ثم القراءة المستقلة يقرأ كل متعلم النص بصوت منخفض والأستاذ يمر بين الصفوف قصد التصحيح والتوجيه ثم تأتي مرحلة استراتيجية تحديد معاني الكلمات يعني بعد قراءة النموذجية للأستاذ تأتي أنشطة الفهم حيث يطلب الأستاذ من المتعلمين الربط بين الكلمة في العمود الأول ومعناها في العمود الثاني هذا النشاط ليشرح الكلمات ثم يمكن اعتماد كذلك الوصل بين الوصل بخط بين الكلمة وما يناسبها من لوحة الاختيارات ويمكن استعمال استراتيجية تحديد معاني الكلمة كشبكة مفردات وخريطة الكلمة وعائلة الكلمة واستراتيجية السياق هذه الاستراتيجية قمنا بشرحها في السؤال السابق ثالثا استراتيجية الفهم يعني بعد شرح المفردات تأتي استراتيجية الفهم يعني استخراج الفهم الصريح وذلك بترحى السئلة تستوخى تحقيق الفهم المباشر ماذا اقترح الطفل على اخوته بماذا قامت سلمة وبماذا تكلف سعيد وأخوه بماذا نصحت هاجر أخيها سعيد حذر الطفل أخيه سعيدا ماذا قال له هل تفاجأت الأم بماذا نصحت أبنائها إذن يجيب المتعلم على هذه الأسئلة وذلك لاستخراج المعاني الصريحة مرحلة تقويم الدعم إذن يساعد الأستاذ المتعلمين على استخراج كلمات أو جمال من النص تدل على تمكنهم من الرسل اللغوي المروّج في الدعم وماذا إدراكم لأسلوب الحكي من خلال أسئلة مثل في أي يوم نحتفل بعيد المدرسة ما اسم مدرستك رحب المديرة بالتلاميذ في رأيك ماذا قالت لهم أنشطة منزلية اضطر متعلم المتعلمات بتحديد كلمات من النص واستعمال استراتيجيات فهم الكلمات لفهم معانيها إذا من نسبة للسؤال جيم اقترح نشاطين تقويميين لتأكد مماذا تحقق الأهداف المرسومة على إثر النشاطين السابقين تبين لك أن المتعلمين والمتعلمات ما زالت تعترضهم بعض الصعوبات حدد صعوبتين إثنتين قد يواجه المتعلم أثناء تعلم القراءة اقترح لكل صعوبة نشاطا لمعالجتها ومستثمرا بداغوجية الخطأ واللعب أنا قمت بإجابة عن السؤال نشاطين التقويميين والصعوبات وأنشطة معالجة الصعوبات في جدول حيث خصص الجدول أو الأنشطة التقويمية وما يقابلها أو الصعوبات التي تتكشف عنها هذه الأنشطة ثم أخيرا أنشطة لمعالجتها إذن أنشطة التقويمية اختار أن يختار الأستاذ نص ويطالب المتعلم بقراءته مع مراقبة زمن القراءة وعد أخطاء كذلك مطالبة المتعلم بشرح مفردات من النص وكذلك الإجابة عن أسئلات تعلق باستخراج المعاني الصريحة والضمنية للنص هذه أنشطة قويمية بالنسبة للصعوبات التي ممكن أن تكشف عن هذه الأنشطة الخلط بين الحروف بسبب التشابه أو التقارب في النطق وربما راجع ذلك لتعدد أشكال وصور بعض الحروف البطء في القراءة وذلك بتهجي الكلمات وتقطيع البقرو وعدم القراءة بالإقاع المناسب الإخفاق في تعرف معاني الكلمات عدم القدرة على الإجابة على أسئلة الفهم ممكن اعتماد هذه الأنشطة لمعارجة الصعوبة أولا كتابة الكلمات على البطاقة ومطالبة المتعلم بتلوين الحرف المقصود بلون مغاير إجراء مسابقة بين المتعلمين في القراءة الجيدة مع احتساب المدة الزمنية المستغرقة كتابة كلمات على البطائق والطلب منهم من المتعلمين بشرحها اعتماد على استراتيجيات معينة من استراتيجيات شرح الكلمات وأخيرا تدريبهم على طحس إلى جزئية لكل فقرة قبل الانتقال للفقرة الموالية إذن قمت بقراءة سريعة للحل حل هذه الوضعية المقترحة وذلك بشكل مقتضب وأتمنى أن لا أكون قد قمت بالإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى فيديو آخر اشتركوا في القناة